نعمل ايه؟ نصحت للشخص اللي عنده هذا الوسواس الديني اسمحولي ان انا اصطلح على ده انه يبقى عندنا مصطلح اسمه الوسواس الديني لان فيه الوسواس الحياتي وفيه الوسواس النظافة وفيه الوسواس الوسواس العلاقات الوسواس ليه اشكال كتيرة وفيه الوسواس الوحدة وفيه نوع كتير من الوسواس الوسواس الديني ده اول اجراء للشخص اللي هو عنده الوسواس ديني لو سمحت الجأ لمتخصص وهذا المتخصص عشان يرد على هذه الاسئلة ومعاه لازم نروح لطبيب لان في كتير من الوساوس دي بتحصل تغيير في كيمياء المخ ولزاك ايه ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه ببساطة خالص كمان نروح لمتخصص يبقى الاتنين دول هيمشوا مع بعض هيمشي معانا هذا الامر اللي هو امر ايه الاجوبة على الاسئلة وبحذر بقى بتباري متخصص وشغلت في الحكاية دي كتير لو سمحت ما تحاولش تخلي الراجل يزعن لانه عنده اصلا حساسية من السلطة فانت وبتحوره وانت بتقنعه اقنعه وانت عندك احساس رزق على الله لان انت بتقول انك لا تهدي من احبابته ولكن الله يا دي ما يشاء هو لما بيحس بدا لما بيحس ان اللي بيعرضه للرأي الدين الصحيح بيعرضه بالغير ممارسة السلطة عليه او حكم عليه هو بيفكر فيه لكن لو عرضت ومرست عليه سلطة هينفر ويتمرد عليه ومش هيسمعه ويمكن ما يجيلكش مرة تاني الحاجة التانية ان هو يروح كمان الحاجة التانية اللي بنصح بيها كمان الناس ما تحاولش تحكم عليه وما تحاولش تقول له هيرتب حياته ازاي انت جاوب على اسئلته بس على الجانب التاني انت محتاج ان انت تروح تاخد بعض الادوية عشان تساعدك على التفكير الصحيح الامر التاني اللي عنده وسواس ديني كمان ما يلتفتش اليه احد الادوية اللي انت لازم فيها ما تلتفتش اليها والتهي اعمل حاجات تانية اعمل حاجات كتيرة في حياتك حياتك مليانة وسعة فانت كمان روح واعمل ده حاجة التالتة ان انا بنا نصحك بها الذكر لازم لما يجيلك الوسواس تذكر الله بعض الاحيين بيبقى الاستعادة من الشيطان الرجيم بتزود الوسواس ما تذكرش ربنا لما يجيلك الوسواس بهذا الذكر اذكر ربنا بذكري تاني اصلي استعذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مقصود يا ان انا اعوذ بالله انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله كمعنى يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى الحماية فبعض الأحيان الواحد يقول لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أنا شفت كتير بق لما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيزيد الوسواس عليه يبقى تقول إيه تقول ذكر يحسسك بأنك متعلق برحمة الله وبأهداب فضل الله تتعلق بالله يخليك تذهب الوسواس ده من حاجات مجربة جدا 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 في هذا السياق يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي السياق ده أنت بتتعلق بالله وممكن كمان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس لما يقل الارضباط الشرطي ما بين ده ما بين الوسواس وما بين هذه الاستعاذ الحياة دي كلها هتكون مع الشخص للشخص اللي يصيبه الوسواس الدين أهله اللي حاوله يعملوا إيه يحاولوا دايما يتعاملوا معاه بالأخلاق مش بالاتهام اظهروا أحاسن أخلاقكم لأنه دايما عنده الدليل على أنه صحيح في وسواس الديني أنه أنتوا ما تستحققوش الإسلام أو أنتوا دليل على أن الإسلام في الحقيقة في نفس الأوصاف اللي أنا مواسوس فيها يبقى أكتر حاجة لازم نهتم بها الرحمة والخير والجمال لو عملنا كده أظن في قدر كبير من الوسواس الديني عيبتدي يتحل وأظن نحن قد نحتاج أن نحن نتكلم مرات ومرات عن قضية الوسواس الديني لأنه بقى مزعج جدا 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 للأهالي وكمان بقى مزعج جدا جدا للناس لأن فيه ناس بتيجي تقول لي أنا ما عملتش حاجة وأنا بحب ربنا وبحب رسول الله بس الوسواس متملك مني ويكاد يكون مش قادر أو مش قادر أعيش حياتي نعمل إيه؟ نتوكل على الله ونمشي في الإجراءات دي وربنا كريم بيحصن الناس وفتكروا دايما أن اللي بيجي إلى الله بيقابلوا دايما بقوله الله لطيف بعبادي فالله خير حافظ ووأرحم الراحمين